موسيقى موسيقى السلام عليكم القضية اليمنية تحضر مجدداً على طاولة مجلس الأمن هذه المرة يتعلق الأمر بالموانئ اليمنية وميناء الحديد على وجه الخصوص مشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت به بريطانيا حمل في مضمونه العديد من النقاط أبرزها يتعلق برقابة دولية على ميناء الحديدة وإدانة ميليشيا الانقلاب في استهداف المدنيين مشروع البيان أكد أيضاً على ضرورة إجاء تحالف الحوثي وصالح تحقيقاً في الاعتداء الذي تعرض له موكب ولد الشيخ في صنعاء ومحاسبة مرتكبيه ويؤدين هذا الاعتداء بقوة ويطلب من كل الأطراف في اليمن ضمان وصول المبعوث الخاص إلى كل مناطق اليمن من دون معوقات والدعم إلى وقف دائم للأعمال القتالية كما يجدد دعوة الأطراف للانخراط في محادثات السلام من دون شروط مسبقة محادثات على أساس المرجعيات الأساسية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن التي تشكل أسس مفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية كما أعرب عن القلق تجاه الاستمرار في عدم تطبيق هذه القرارات حد وصف البيان مشاهدين الكرام على المشروع البيان الرئاسي الذي تقدمت ببريطانيا إلى مجلس الأمن بشأن الرقابة على مينا الحديدة وإدانة ميليشيا الإنقلاب ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة ونقشها مع ضيفي هنا في الأستوديو الأسادة الدكتور عبدالبقي شمسان أسادة علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء وسينضمعوا آخرون عبر الهاتف مساء الخير دكتور عبدالبقي مساء النور خواتي مباركة إذن قبل أن نبدأ في نقاشنا دعنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير البيان الرئاسي في مجلس الأمن لنشر مراقبين دوليين على الموانئ اليمنية جديد الشأن اليمنية المتعلق بالمجال البحري والذي يشهد في الأيام الأخيرة حراكاً واسعاً قبل أن تتوقف العمليات العسكرية فجأة على مشارف مدينة الحديدة بريطانيا طرحت مشروع بيان رئاسي على مجلس الأمن قائماً على فكرة نشر مراقبين دوليين في الموانئ اليمنية والحديدة على وجه التحديد وكذا فتح مطار صنعاء أمام الرحلات المدنية والتجارية لأغراض إنسانية البيان قبل بصد روسيا التي عطرت صدوره وبحسب متابعين فإن التعطيل الروسي جاء بسبب ما يتضمنه من مطالب تنتقد انتهاكات الحوثيجين وحليف من مخلوع وتفرض عليهم التزامات سياسية جاء الاعتراض الروسي على فقرة في مشروع البيان تدعو الحوثيين وأنصر الرئيس المخلوع لعبدالله صالح إلى وقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية وتهديد السكان المدنيين البيان أيضاً حمل دعوة لكل الأطراف للانخراط في شكل بناء في بحث مقترحات ولد الشيخ لزيادة وصول شحنات البضائع عبر موانئ البحر الأحمر وترتيبات الجديدة لإدارة ميناء الحديدة بحسب البيان فإن هذه المقترحات ستكون بمثابة جراءات بناء الثقة بين الأطراف كمدخل لعودة المحادثات السياسية توقف العمليات العسكرية في السحل الغربي هو الآخر يلقي بضلاله على أكثر من صعيد خصوصاً في ظل بروز اشتغال واضح المعالم من بعض دول التحالف ضد مشروع استعادة الدولة بناء على حسابات يفهمها الراسقون في الصفقات وقارئ العقول والطاولات تبدو القضية اليمنية يتيمة ووحيدة في الأروقة الإقليمية والدولية التي أصدرت بشأنها قرارات دولية واضحة المعالم ظلت حبراً على ورق في حقيبة المبعوث الأممي دونما ضغوطات دولية وإقليمية حقيقية لتطبيقها باستثناء تدولات السلبية الأخيرة في المجلس وآخرها الاعتراض والتعطيل التحالف العربي بقيادة السعودية هو الآخر على الصعيد الدبلوماسي عليه أن يعيم خاطر التعامل مع اليمن ضمن ملفات المنطقة ومقايضتها بالملفات الأخرى لمصلحة أطراف دولية وإقليمية تعزز اختلالات الأمن القومي في المنطقة العربية إذن دكتور لو بدأنا بالحديث عن التكرار المستمر للدور المعطل في الموقف الروسي هل لهذا التعطيل من دلالات برأيك؟ دعيني أولاً أقارب المسألة أبعد من التعطيل المشروع بحذ ذاته لا يقدم للبريطاني يعني لا يقدم للسلطة الشرعية أو الاستعاذة للسلطة الشرعية هو ما زال في إطار الاستراتيجية الغربية التي تسعى إلى خلق سلطتين واقعيتين هذا شيء مفروغ منه في المناطق الشمالية والجنوبية ما زال تحت الرؤية التي وضعت أيام أوباما مع الأوروبيين ما زال نفس المشروع هنا التناقض بين الحديث في آخر فقرة عن المرجعيات وبين ما طرح من إيقاف الضربات من طرح بديل ولن سنتناقش في القانب البريطاني ثم نعود للروسي فبالتالي عندما يتحدثون عن تسليم المنافذ هم لم ينفذوا القارات الدولية والمرقعية السابقة الأكثر الصادرة عن مجلس الأمنة بل في بيان رئاسي ببيان رئاس مجلس الأمن بالتالي عندما يتحدثون عن تسليم المنافذ ويعابة إعمال مطار صنعاء هذه كلها تعزز وجود السلطة الشرعية السلطة الواقعية في العاصمة صنعاء وتحافظ على الماليشيات بطرفيها المخلوع صالح والحوثيين بالتالي عندما يتحدثون بهذا الوطن حتى الآن لم نخرج من هذه المأزقة لكن أليس هذا الواقع دكتور؟ يعني أليس هم الآن المسيطرين على هذا الجانب وهم المتحكمين بما يحدث هناك نحن الآن ليس الحديث بهذا نحن منحقنا كيمنيين أن نستعيد مؤسستنا ونستعيد الدولة اليمنية المنهوبة من قبل ماليشيات ولكن المجتمع الدولي الداخل من خلال وضع خطوط حمراء والآن يريد أن يستلم تسليم المواني وتسليم المواني هم يدركون البريطانيين أن الحوثيين المخلوع صالح ومن بعدهما إيران وروسيا لن يسلم المواني لطرف ثالث لأن تسليم المواني لطرف ثالث معنى أن هناك ما يسمى بفائض قوة قد كما خفضه وبالتالي هم يريدون المحافظة على السيطرة على هذه المنافذ ليس بهدف التهريب وحسب بل بهدف السيطرة على مواقع تحسن مواقعهم التفاوضي اثنين هم لن يذهبوا إلى تسليم المواني لطرف ثالث لأن معنى ذلك صحيح الغرب يريد أن يحافظ عليهم لأنه بركز معي تماما في فكرة خطيرة هنا صحيح أننا الذي ينظر للموضوع يقول خلاص نعطي طرف ثالث ونسلمه الميناء ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا الحوثيين لم ينهزموا حافظوا على تماسك قماهيرهم أصبحوا طرف ندي للتفاوض بالتالي هم لكن في حال استعابة الميناء بالقوة العسكرية يعني أن هناك فائض قوة خفضوا معنوي قماهير ستنخفض ثقتها بالانقلابيين معنى أن سلطة شرعية ستقوم بعملية درماتيكية لاستعابة بقية الجغرافية هنا هذه مؤامرة لامتصاص تفوق السلطة الشرعية هناك خطورة في هذا الجانب الحكاية عن هذه المقايبات الجانب الروسي هو يعلم مسبقا أن الحوثيين ومن بعدهما إيران لا يريدون صفقة قزئية بمعنى سلم الميناء سلم نقطة تفاوض ونقطة سيطرة جغرافية مقابل رواتب هناك معلومات دقيقة وواضحة أنهم قادرون على دفع الرواتب بالتالي الحديث عن هذه المقايبات هم يضحكون عن المجتمع الدولي ويكسبون وقت وكل يوم يمارسون واقع بالنسبة لي ما وضعه البريطانيين لا يرتقي ولا يعدلوا عن المجتمع سنناقش البيان بشكل أوسع لكن نلاحظ دائما أن الموقف الروسي دائما في حماية الحوثيين بشكل أصبح علني كيف أنت تقول أنت مع الشرعية وأنت مع عودة الشرعية ولكن مواقفك الحقيقية هي تعمل على ضد تماما من الواضح جدا أن تناقض روسيا كعض مجلس آمن وكالذين يتحدثون عن المرجعات الأمم المتحدة وبين مطالبها الاستراتيجية هي تلعب في إطار التكامل بالمصالح والاستراتيجيات مع الإيران وبالتالي لا بد أن تبحث عن دور لها في المنطقة ولا بد أن يكون لها نصيب كما أنها تلعب بتناغم تنفذ أدوار أيضا في إطار التعاون والتنسيق الذي يتم بينها وبين إيران وبالتالي هي الآن وهذا الموقف الروسي أيضا يعبر وكثير الناس يعتقدوا أنه لا يتناغم مع بريطانيا ولا يتناغم مع بعض التوجهات الغربي بالعكس هو يتناغم ويقدم المخطط أوباما أوروبا لأنه ماذا يعني الآن كثير الناس يعتقدوا أن روسيا تقوم لو أرادوا أن أن يتم تجاوز هذا الطرح الروسي الأوروبيين ومن مصلحتهم أن يتجاوز الروسي هذا سيتم هناك مقايضات بين الاتحاد الأوروبي والدول الكبرى أشياء مقابل أشياء لتمرير هذا لكن هم في هذه المطالب الروسية أيضا تحقق مطالبهم من أنه الهدف ما هو؟ الهدف هو الحفاظ على الحوثيين صالح كأطراف أصيلة وسلطة واقعية كما أن هناك تناء في مشكلة في دول التحارف العربي كانت تخطط المخطط واضح لهو أنه يتم هناك خلق واقع متدهور يهدد الأمن السلم الدولي يكون فيه صراع واستنزاف بشري وموارد في مناطق الشمالية ومن ثم حتى في حال العودة إلى السلطة الواقعية التي تموده الحوثيين سيأتي هناك منقذ هناك طرف يبحث عن منقذ هناك صراع كبير في المنطقة هناك من يريد فض يعني طرف يريد فك الارتباط ولكن فك الارتباط بحاجة إلى استمرار المعارك في المناطق الشمالية واستنزاف هذه المنطقة بحيث يتم فك الارتباط في لحظة المناطق الشمالية غير قادرة على إيقاف فك الارتباط كما أن هناك أيضا علاقة بين طرف المخلوع بالذات صالح وأطراف دول التحالف تريد أن يعود كمنقذ يعني أن هناك تدهور معين شيء يستنزاف مرتبات وبالتالي يعود نقل المخلوع صالح كمنقذ وهذه خطة معروفة يضعها شركة ألمانية وبريطانية تقدم نصايح للدكتاتوريين بمعنى كل حاكم دكتاتور أنه في حال الانقلاب ينبغي أن تقوم بتعميم الفوضى والخراب ومن ثم تعود كمنقذ بالتالي المخططات كثيرة والمؤلم أن دول التحالف العربية والمملكة العربية السعودية وسلطة شرعية نحن الآن نقترب من ثلاث سنوات والمسألة لا تحتاج إلى كل هذه السنوات المعركة لاستعابة السلطة والدولة إذا ما وضعت في إطار استراتيجية ينبغي أن تتجاوز هذه الخطوط الحمراء وبيانة مجلس الأمن بيان مجلس الأمن نحن كان بحاجة لا يطلب من الحوثيين بإيقاف ضرب بإيقاف إطلاق السواريخ عن ملكة العربية بل بدعم السلطة الشرعية لاستعابة ميناء الحديدة والدخول إلى إدنات صنعها الحديث عن كوارث إنسانية وتلاحظي وسأذكر القماهير الذي نحن يمنيين ونعاني عندما انطلق ولد الشيخ في مشروعه الأخير أو وقت راحة الأخيرة انطلق مشروع الاستقابة الإنسانية وتحدثوا عن موت عشر أطفال كل دقيقة واليوم بنفس اللحظة التي انطلق البيان تحدثون عن أنه كل دقيقة يموت يمني من الكوليرا يعني هذه التلاعب واستثمار معاناة الشعب اليمني لأجل مصالح ضربية يعني لماذا يتزامن إعلان هذا البيان الرئاسي مع الحديث اليوم مع الأمم المتحدة أن هناك كل دقيقة يموت يمني من الكوليرا ولماذا عندما انطلق مشروع والد الشيخ عادة إلى المنطقة عادة مع مؤتمر الاستقابة هل هناك خلط بينما هو سياسي وإنساني برأيك؟ هناك استثمار يعني الضغط على السلطة الشرعية وعلى دول التحالف يتمع عن طريق متدهور الأحوال المعيشية اليمنية التي هي منهجية كما قلنا في أكثر من اللقاء يعني هي تم اتخيط لها في إيران لإحداث ما يمكن حدوثه في اليمن وبالتالي أنا أحمل السلطة الشرعية صراحة ودول التحالف نعم دعنا قبل أن تحملهم سنأتي إلى موقفهم ولكن نتوقف قليلا أو أكثر عند الموقف الروسي الذي ربما يظل متأرجح ويثير الكثير من التساؤلات يعني موافقة على قرار مجلس الأمر 22-16 واعتراضات على البيانات الرئاسية تناقض واضح لأي متابع يعني كيف يمكن التناقض بهذا الشكل في مثائل هي تعد جوهرية ومصيرية لبلد الماء كل الدول الغربية متناقضة بما فيها روسيا روسيا دورها واضح فيها تقوم بقتل المدنيين ما علاقة ما تقوم به بسوريا بموافقة الأمم المتحدة وبحقوق الإنسان ما علاقة قصف المدنيين وقتلهم وقرائم حرب تتم بالطائرات وبالسواريخ وبالأسلحة الروسية على أشقاءنا في سوريا هناك مصالح استراتيجية هذه دولة تتعامل وفقا لمصالحها وبالتالي كل الغرب الذي يتباكى أنا بالنسبة لي أقول ربما لا يعني أنا الروس لعبوا دور في الإعاقة ولكن أقول حتى إذا ما تم تمرير هذا البيان الرئاسي يعتبر انتصارا للحوثيين بغض النظر عن موقف الروسي انتصارا للسلطة الواقعية في شمال الشمال تسليم ميناء الحديدة لطرف ثالث يعني أن سلطة شرعية أطرف ضع بعض النظر عن الموقف الرؤسي الذي لا علاقة له بحق الإنسان لا علاقة له بالمرقائيات له مصالح ويريد بشكل واضح يريد حصته من الكعكة في المنطقة يريد هو يعتبر أن كان له كان له اليمن القنوبية كان له حضورا وكان له قز من هذه الكعكة يريد أن يكون له نصيب هو الآن لديه قواعد عسكرية واضحة في سوريا يريد أن يكون له وجودا استراتيجيا في هذه المنطقة وبالتالي هو كعوض مجلس الأم كدولة يريد أن يتم التفاوض معه في حال حل هذه المسألة وبالتالي هناك الآن يلعب في محور إيران روسيا هناك لعب محوري في هذه المنطقة ويعقون ذلك الملف اليمني والسوري متداخل الملفات المتدخلة وروسيا لا يمكن أن تفصل ذلك بالتالي أنا أقول بغض أن دعنا نناقش الموضوع بما يخضم الشعب اليمني أنا أقول حتى هذا البيان نحن لدينا قرار مجلس آمن 12 ولم ينفذ هذا البيان لن ينظف شيء وحتى ما تم طرحه مولد الشيخ هي كانت مؤامرة يعني لماذا ننساق وراء الحديث عن أن مولد الشيخ قال وأن روسيا عاقت لماذا نبحث عن مشروع آخر هذا مشروع تسليم الميناء كان مؤامرة لإيقاف استعابة ميناء العديدة كان نوع من ما يسمى الفخ لأنه ولد الشيخ تحرك أوقف المعارك أوقف المعارك ولد الشيخ وبالتالي إيقاف المعارك يعني كنا نحن لو استعدنا ميناء العديدة كان هي الخطوة الصحية لماذا نذهب بعيدا في أن قرار مجلس الأمن وبيان مجلس الأمن سيعيد السلطة والشرعية حتى الآن لدينا قرارات لدينا يعني من يمتلك ويستطيع أن نغير المعادلة الذي يستطيع أن يحدث فعلا عسكريا في الواقع الحوثيين يدركون لنا بقاء سيطرتهم على ميناء الحويدة يعني ماذا؟ يعني السيطرة على تدهور الأحوال المعيشية في حال ما في حال ما حتى في حال ما يعني الدخول إلى المساعدة الإنسانية ورقة من أوراق الحوثيين ستذهب اللي هي التحكم في تدهور الأحوال المعيشية وتدهور الأحوال المعيشية وانتشار الكوليرا أحد أدوات الصراع أحد أدوات الصراع بالتالي قد يستغلب البعض أحد أدوات الصراع في اليمن بقاء الشعب اليمني تحت الموت بالكوليرا بعدم دفع المرتبات بتدهور الأحوال 17 يوم هذا كله خطة يعني الحوثيين مخلوع صالح وإيران تقتل الشعب اليمني لتحقيق أهدافها هذه محاولة اغتيال وترهي وممارسة لجريم حرب ود الإنسانية ونحن السلطة الشرعية والنخب صايمتون أمام قتل منهجي واستثمار غربي لهذا المعاناة بهدف الذهب لمشاورات لتحقيق استراتيجية غربية أنا أقول أن قرار البريطاني القرار لا يرتقي ولا يعبر ولا يقسد المرقعية الثلاث لأنه بدل ما يتحدث عن تسليم ميناء يعني دفع أو دعم السلطة الشرعية لاستعابة الميناء واستعابة سلطتها يدعو إلى أن يستلم الموانئ وبالتالي خلقنا أمر واقع أصبحت هناك سلطة ضعيفة وهشة ومنثورة بين الرياضة ومارب وهناك مجلس انتقالي يهدد فك الارتباط وهنا سلطة واقعية ومليشيات وعسكرة الشمال نحن أمام واقع متعدد الجماعات وبالتالي لا حل أمام الشعب اليمني وتسليم المساعدة الإنسانية وإيصال المساعدات بالتالي حافظنا على هذا الواقع أعدنا ترتيب المجتمع اليمني وفق تسوية بعد أعد المساعدة الآن ما زالي لابد من استنزافنا وحتى نفقد كل الأمل بالتسوية كل الأمل بالحياة سيأتي إلى تسوية تساوي بين المخلوع صالح والحوثيين وعبد الرب منصر الهادي وكل الشهداء يذهبون كما ذهبنا في السابق إلى نذبح ثور ونتخلص وصلح هش ثم نعود إلى معارك أخرى أكثر ضرع لذلك أعتقد أننا نفقد البوصلة بالذهاب بعيدا قد يعتبر البعض أو قد نتحدث في وسائل الإعلام ونقول أن روسيا هي التي تعيق أنا أقول وأقولها بوضوح روسيا ليست روسيا فقط روسيا تلعب وما تطرحه روسيا يخدم الأوروبيين إذن يعني هل يمكن أن من ذلك تحركات سياسية دبلوماسية لدى بعض الأطراف التي ألقت بظلالها ربما على مسألة التحرير خصوصا فيما يتعلق بالساحل الغربي هل هناك حق منطقات وعرادة دولية في تحرير الإمن؟ طبعا هو كان استعابة الساحل الغربي كان يعني نحن كنا نخشى من أولا تحرير الساحل الغربي لا يمكن أن يتحقق هناك مؤامرة يعني يكون أكثر صراحة الذي يريد تحرير الساحل الغربي عليه أن يرفع الحصار ويستعيد مدينة تأس دعنا من المغالطات استعابة الساحل الغربي مع بقاء المدينة محاصرة يعني أنه سيتشكل حزام أمني في الساحل الغربي على شاكلة عدن وبالتالي سيتحكم الحزام الأمني في هذه المنطقة وهنا طبعا من هدف نبيل لماذا؟ لأنه سيكون لحماية الملاحة الدولية وعدم التعريب هذا المعلن لكن هناك مدينة ستحاصر وهناك معركة ستكون حلب أو الموصل لمدينة تعز لمزيد من ربما التصفية والاحتراب تحت هدف القضاء على الأخوان المسلمين والجماعات المضطرفة نعم وإلى آخر دعني بس أكمل فكرة واحدة صغيرة لماذا الساحل الغربي وما زالت خطة 90 خط أحمر؟ لا يمكن لك الحديث أنك تستحيل هذه نقطة هامة وفي غاية الخطورة نتحدث عن الساحل الغربي وهناك خطة 90 وهناك رفض لكل ما هو شمالي في المناطق الجنوبية ما الهدف من الساحل الغربي؟ هل هو امتداد لتأمين فك الارتباط؟ أم امتداد للسيطرة على المنفذة البحرية؟ أم أن السلطة الشرعية أين؟ نحن نشهد أن هناك خطة 90 هناك خطورة على المسألة وربما تستهدف مدينة تعز واغتيالها إذن نضم معنا عبر الهاتف الدكتور فيصل عواضي ومستشار زارة الإعلام من الرياض مساء الخير دكتور فيصل مشاء الأنوار مجددا دكتور يلقي الفيتو الروسي أو يكون حجر عفرة أمام البيان الرئاسي المقدم من بريطانيا كيف تعلق؟ طبعا هناك انشدات في الأفوق السياسي في كل الاتجاهات ويقول الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي هذا هو الموقف الروسي لا يفسر لهكذا هم يمدون الانقلابيين في الغي في الوقت الذي لم يعد هناك رهان على أن الانقلابيين يحققوا شيء أو ينتصروا فالدائرة لا شك أن تدور عليهم وبعد كل يعني بعد انشداد الأفوق السياسي تماما يبقى الخيار الحاسم العسكري هو الخيار الوحيد أمام الشرعية والتحالف المساند لها نعم إذن ما الذي يمكن خشيته من الإشراف الدولي على الموانئ اليمني دكتور والله دعينا نستعد نظرية المؤامرة الحكومة الشرعية طلبت إشراف الأمم المتحدة على الموانئ في حدود أنه ستكون الحكومة حاضرة فيما يتعلق باستفاء الموارد فيما يتعلق بمجاولة أمور الشيئة على الميناء لكن سيكون هناك إشرافنا الأمم المتحدة على أساس وقف أي عملية اعتداء على أساس أي ناب لمواد الإغاثة على أساس أي عاقة لمواد تموينية تدخل من هذه الموانئ للحاجة المواطنين لن يكون هناك تفريط بالشيادة الكاملة للحكومة على الموانئ هل لهذا الأمر علاقة توقف العمليات العسكرية في الساحل الغربي تحديدا من الحديدة لا الآن هناك خطط عسكرية مرسومة ونحن كمتابعين سياسيين لا شأن لنا لا نستطيع تقييم الخطط العسكرية أو الموقف العسكري لكن إن شاء الله الخطة في تحرير واستعادة الحديد ذلك جزء من استعادة الشرعية لم يعني يتم تجاوزها أو القفز عليها لا تزال هي ضمن استراتيجية الحكومة وإن شاء الله يتحقق والحرب هي في الأصل كما عبر عنها الكثير من القادة سواء في التحالف وفي الشرعية هي حرب إنقاذ اليمن ليست حرب تدمير ولا حرب تصفية ولا حرب اكتياحات وهذا هو الذي أحياناً يبطئ من الحسم ويجعل هناك صعوبة نعم إذن يعني ما هو موقف شرعية في حال ما تم التصويت على مثل هذا البيان المقدم من بريطانيا هل يتناسب معها؟ موقف شرعي لأن يكون هناك طريق الحسم العسكري لاستعادة يعني سواء منطقة الغربية أو أي منطقات أخرى أو بقية المناطق التي لا تزال المليشيات تسيطر عليها نعم إذن يعني ما هي بدأ الحكومة الشرعية يعني في حال هناك ضغوط دولية واضحة في عدم الحسم العسكري لم تستطع تمكن من يعني خلال ثلاث سنوات من استعادة الدولة وانت تقول لي أن الخيار العسكري هو المتاح لها ولكن هناك رفض واضح من المجتمع الدولي ما هو الحل؟ لا 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 يوجد رفض واضحا المجتمع الدولي لازال يؤيد الشرعية وإذا كان المجتمع الدولي عجز أن يحيد الحوثيين أو الإنكلابيين بطرفيهما إلى طاولة المشاورات لا يمكن أن يخذ حجر عسرة في سبيل أن الشرعية تستعيد لكن هذا هو الحاصل دكتور أليس ذلك هو الحاصل يعني حتى الآن كلما يعني اقترب حسم منطقة ما يحدث تغيير تحدث ضغوطات دولية الخروج ببيانات أليس هذا كله واضح بأن هناك يعني تخوف من استمرار الحسم العسكري؟ لا هناك يعني حرص وتحبيل من العالم على وجود حل الشاشي في اليمن يعني الكل حتى الشرعية هي تنادي بالحل الشاشي قبل العسكري لكن أن هناك من يقف بوضوح ويمارس تغوص لعدم الحسم العسكري لا أعتقد أنه يجب نعم إذن يعني في حالما كان تم التوافق على مثل هذا البيان هل الشرعي كانت ستوافق عليه؟ كما قلت أنا يعني طالما البيان يعني الإشراف الأممي أو الإشراف الدولي سيضمن عدم موجود خروقات في الصيف مثلا احتياج مواد الإغاثة أو منع المواد والسلاء من الدخول إلى الموانئ والوصول إلى المواطنين وتمسين الدولة من الإيرادات التي تمكنها من الوفاة بانتجامتها تجاه موظفية الدولة بالدرجة الأساسية نعم إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام كنت معنا عبر الهاتف من الرياض سمح لنا دكتور عبد الباقي أنت وستد المشاهدين بذهاب لهذا الفاصل القصير سمع العودة إليكم إذن عودة إليكم مشاهدين الكرام عودة مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي دكتور يعني ودت التعليق على دكتور فيصل في حديثه بصراحة لا أقصد فيصل بحذة أقصد يعني يعني ما يسمى المنطوق من قبل أصوات الشرعية لأن الدهال تجد حسما تقول أن الحسما عسكري في المتناول ولا تحسم عسكريا تقول أن علاقتهم مع دول التحالف جيدة وهي غير جيدة يعني لا تجيب على أسئلة تعز يعني أكثر من ضبابية حول الموضوع نحن نقول عليكم الوضوح نحن فوضناكم فوضناكم مع الاحتفاظ بحق المساءلة والمحاسبة لم نفوضى السلطة الشرعية عندما فوضناها التفويض ماذا يعني؟ يعني أفوضك لفترة محددة ما أحتفاظي بحق المساءلة والمحاسبة وأيضاً إلغاء هذا التفويض لم نفوضهم على هلاكنا لم نفوضهم ليقودنا إلى ما نحن عليه الآن هناك رداءة في الأداء أدت بنا الآن إلى ما نحن عليه واستعابة الدولة والمؤسسات لا تحتاج كل هذا الوقت الآن لدينا أكثر من إشكال ما تريح اليوم يضعنا نعيد الاعتبار إلى التالي على السلطة الشرعية الآن أن تكون معنا واضحة بما تعاني بعلاقتها بدول التحالف برؤيتها للمستقبل اليمني لماذا؟ لماذا لا يوجد وضوحي هذا؟ لماذا؟ لأنها أولاً ليس لديها استراتيجية استعابة الدولة هي الآن تابع لدول التحالف فاقدة الإرادة بالتالي نحن أمام سلطة شرعية كان المتوجب أن تكون هي أقوى طرف في المعادلة حتى دول التحالف تجعلها طرف اللاعب الرئيس حتى تضعف الإنقلابيين كل ما نشاهده الآن إضعاف وبالتالي خلقنا مجلس انتقالي في الجنوب وسلطة واقعية في الشمال ليس على الحمد اثنين سلطة شرعية ارتكبت خطأ استراتيجي عندما قامت عينت كل أمنا عامل أحزاب السياسية مشتشالي الرئيس وبالتالي قتلنا فاعل في الحقل السياسي لأحزاب السياسية بالتالي نحن نريد من أجل ماذا؟ لحمة اللحمة تأتي بالاتفاق حوض الأهداف وبالتالي هناك فاعل سياسي يلعب في الساحة الدولية ويلعب في الساحة الوطنية للتحشيد وهو منفصل مع سلطة شرعية بسبب تعينات ركض عمل الأحزاب أولا التطابق بين السلطة السياسية والأحزاب السياسية أفقدنا لاعب رئيسي هناك غياب واضح غياب واضح لمؤسسات المجتمع المدني ورموزها وبالتالي تركوا الفراغ للأطراف الناعمة ولايدي الناعمة والطرف الناعمة للإنقلابين ليصل إلى مجلس الأمن يلعب دورا دوليا وبالتالي الرئيس عندما أراد أن يعبر للمجتمع المحلي والإقليمي أن هناك تلاحم كان خطأا استراتيجيا علينا فك الارتباط بين السلطة الشرعية والأحزاب السياسية لأن هناك لعب ونقد وتقديم اقتراحات ولعب دور في الساحة اليمنية هذا التطابق دمر لنا الحقل السياسي وقتل واغتاله ثم أصبح هؤلاء الشركاء يعيقون الدولة من خلال تعينات أسرية وامتدادية ويعابة إنتاج الشخصيات ثالثا غياب المجتمع المدني التحالف أيضا حتى الآن يعني رغم كل المجهود العسكري ما زال يلعب بعمليات عسكرية متقطعة رؤية استراتيجية رؤيتين استراتيجية وربنا تكون رؤية أيضا خطيرة على ذلك عليها أن يعيد استراتيجيته في استعادة النخبة اليمنية اثنين مدينة تعز أهبلت وهي الآن تعد العاصمة أو الرديف لمدينة عدن لأنها تعمل المشروع الوطني ومدينة لا تحمل فك ارتباط ولا تتحدث عن فك في القنوب أو حق الانفصال على الشمال لم تكن مأرب يعني وبالتالي علينا التمركز السياسي مأرب مركز عسكري وسياسي وقاعدة عسكرية للانطلاق نحو صنعاء ولكن ينبغي أن يكون التمركز السياسي والنخبوي وسحب أكبر قدر ممكن من النخب إلى عدن وتعز لتكون قاعدة انطلاق بما فيها نائب رئيس الجمهورية وبالتالي بقى مدينة تعز هناك مؤامرة تحت هذا الحصار تحت هذا القصف يعني أن هناك مشروع فك ارتباط وهناك مشروع تشيط اليمن وهناك مشروع استنزال يعني أفهم الكلمة دكتور أننا نحن أمام مسار جديد للتحالف خاصة بعد ما حدث يعني في البيت الخليجي أعتقد أننا نظرا لأننا شاهدنا خلال هذا نتمنى أن تكون هذه أزمة عابرة لأننا مرتبطين مع دول التحالف ولكن السلطة الشرعية التضح للأسفة الشديد أننا نتابعون ليس لها موقف مما يحدث وأخبت موقف تموضعات النخب السياسية اليمنية والخليجية والأسفة الشديد العربية كل نخبة تموضعت وتمدرست مع الطرف الذي يمولها أو تشتغل لديه كنا بحاجة إلى عقل عقلاني إلى الدخلات عقلانية إلى استقلال قرار الآن نحن أمام واقع يعني كل نخبة يمنية أو نخبة عربية تموضعت مع الأطراف التي تعمل لديها يعني غاب العقل ليس لدينا جماعات حرة ونزيهة وتحمل فكر نحن لدينا أتباع هذا الخطر الشديد الآن سوطة شرعية في حتى هذه اللحظات الصعبة نحن الآن مصيرنا مربوط بما ستقول إليه المنطقة وإذا كانوا كما يقولون أن قطر كانت لاعبا يعني مفرن هي المعيق دعونا نرى الآن ماذا تعملون وقطر خرقت من المعترك ورغم أننا نحن نشيد بالدور القطري ونشيد بما قدمت به الدولة التي لم تعد مساحة جغرافية هذه أصبحت دولة تتجاوز المساحة الجغرافية نحو ما يسمى العالم المفتوح تدير القرار في عالم افتراضي ما يسمى الفعل الافتراضي صناعة القرار الافتراضي في المؤسسة الدولية نحن أمام دولة مهمة طيب إذا كان هناك خلاف البيت الخليجي عليه أن لا ينعكس بشكل مباشر علينا على السلطة الشرعية ألا تكون تبعاً وبنفس الوقت تنتظر حتى يحلون المشكل ومن تصايح أن هناك عملية عسكرية تتم ما زارت لكن توقفت من المعروف أن الإمارات كانت تدعم تحرير الساحل الغربية لأن توقفت العمليات العسكرية نشطت مبادرات السلام التي ربما مواضحة ويشكل أغلبها حزب المخلوع كرافعة سياسية ما هي قرأتك له هذا التحول؟ إذا كان بيكون تدخل الخليجي على شاكلة الحزام الأمني والنخبة الحضرينية لا نريد هذا التدخل إذا كان نحن سنخرج حزام أمني في الحديد إذا نحن قلنا طالبنا أن يكون الجيش الوطني والمقاومة الوطنية على دول التحالف ون تدعم الآن الجيش اليمني في الداخل والمقاومة الوطنية ونحن نقرر مصيرنا ونحقق المؤسسات التي تدافع عن جغرافيتنا ليس بالضرورة أن يتم إنشاء نخبة حضرينية أو نخبة أو حزام أمني يتبع ما فوق وطني يتلقى مرتباته صحيح أن هناك شكوك ويضعون أن هناك فساد وأن هناك أسمى وهمية هناك الآن أدوات تكنولوجية يعني متطورة نستطيع الحصر وبالتالي نحن لن نرتكب نفس الخطأ من حيث أننا نستمر في تكوين كيانة تدقاوز الوطن ولا تقوية جماعات عقائدية على حساب ما يسمى القضاء على الأخوان بإيقاظ متناقضة سلفيين أخوان اشتراكيين نحن بحاجة إلى ما يسمى بإدارة الزمن الانتقالي أثناء المرحلة هذه بحيث يتم استيعاب أن الأخوان المسلمين لا يمكن اكتثاتهم هم جزء من الشعب اليمني جزء من المكونات السياسية كيف يمكن أن نلتقي مع هذه الجماعات السلفية والإسلامية والاشتراكية نحو هدف استيعابة الجغرافية اليمنية والمؤسسات والاتفاق على شكل الدولة بعيدا عن سمحنا الحوثيين للدخول حتى يتم تقلص الأخوان المسلمين ثم دخلوا عمران من عمران إلى صنعاء ثم نريد أن تقصف القبهة الوطن تقصف القبهة القومية ثم الطغمة والزمرة هذا كلام ثم أصحاب مطلع أصحاب منزل ثم أصحاب الدحابجة لماذا لا نؤسس لمجتمع يمني يقوم على المواطنة والمساواة وتكافى الفرص وأيضا على المكاشفة هذا الحديث أنه هذا يضرب هذا وأن سنتقوي السلفيين بهدف القبه هذا منطق علي صالح يوم ما هذا منطق لا يؤسس الدولة نحن قلنا من البداية عندما أسسوا لحزام الأمن نحن ندفع أتمن حق الحزام الأمن الآن عندما يعتقدون أنهم سيستطيعون اكتثاث الأخوان المسلمين تحت مسمى الأخوان المسلمين أنا لست من الأخوان المسلمين لكن ولا أدافع هنا عنه أنا أتحدث بعقلانية وليس التهمة تكون أخوان المسلمين أنا مستقل وعلماني أيضا لكني عندما أحلل هذا الواقع اليمني علينا أن نحلل بما يحقق المصلحة الوطنية والقومية علينا أن نقد نقط مشتركة مع هؤلاء الجماعة هؤلاء قز منا بالتالي الحديث عن هذا معنا نذهب نحن في تصفيات لبعضنا بعض نحن أمام السباق مع الزمن إيران تلعب الآن على هذه اللعبة حتى للرئيس الأمريكي عندما جاء المنطقة ماذا جاء؟ ونحن تحدثنا هنا جاء يريد عن ناتو في الشرق الأوسط سني يواقه إيران وتصبح إسرائيل حليف يعني هذا المشروع واضح إذن الهدف من القضاء على هذه الجماعات يخدم ماذا؟ يخدم القضاء على كل الجماعات المعتدلة بهدف إيقاد نوع إسرائيل تصبح مقبولة يعني في المنطقة العربية كحليف أن تكون المنطقة هشة وقائمة على ثنائية سنة وشيعة وبالتالي دائماً نحن من الداخل نعيش توجس الأبناء المناطقة الجنوبية في توجس من المناطقة الشمالية نحن متوجسين من التباع المذهب الزيدي والذين أصبح هنا ثلاث عشرين وبيننا ثأر نحن بحاجة إلى مصالحة مع الذاكرة إلى إعابة المواطن اليمني إلى المصالحة بين المذهب حق وخاص أتناقي ولا علاقة له في المواطنة ليس لدينا مطلع ومنزل ولا شنوب جمال نحن نقوم على المواطنة والدستور المساواة بما يحقق الصلاح الوطني لماذا نسقط تسقط السلطة الشرعية في المشاريع الدولية وننتظر قراراً بيان مجلس الأمن حتى يأتي ونكشف الحوثيين السلطة الشرعية كشفتك على حساب الناتق الرسمي أن الحوثيين ونخلوع صالح رفضوا وأنهم قاموا بمحاولة اغتيال هذا كلام فاضي نحن عارفين أن الحوثيين والمخلوع صالح لن يسلموا لا ميناء ولن يسلموا سلاح بالعكس نحن الآن كلما تأخرنا في استعابة تعز واستعابة بقية المناطق وميناء الحديدة كلما عززنا وجود سلطة ورقية متقدرة هل هناك صحيح ما يتم تدوره أن هناك شغل من داخل التحالف لعدم استعادة الدولة لتغيير ما أنشئ له التحالف؟ هناك كان واضح ما تم حتى إعلان المجلس الانتقالي كان يدل أن هناك مشروع وأنا لا أتحدث هنا عن تخيلات لا أتحدث عن أن تم استعابة مدينة عدن وتم تيقاف المعارك في خطة تسعين تم طرد أبناء مناطق الشمالية تحت مبرر أمني وهذا المبرر عام 1954 تم طرد أبناء الشمال أيام المحكمة لاستعمار البريطاني وقالوا أنهم يثورون الشغب تمهيداً لإعلان اتحاد القنوب العربي يعني نفس الممارسات تم الدعس أو وضع الأقدام والأحذية على العلام الجمهوري نحن أمام عمليات تم تأسيس نخبة تحت مسمى معقاب الوطني نخبة حضرمية حزام أمني نحن ليس بحاجة لحزام أمني بحاجة إلى الأمن العام الأمن المركزي حتى أمن مركزي بنفس المسمى لكن ليس مرايشيات متقدمة لحراس الجمهوري بل أمن مركزي بوظيفته المعلنة عنه أمن مركزي ولا نحتاج إلى حزاماً أمنياً يستلم مرتبته من الخارج نحن نحتاج إلى قائد يعينه الرئيس عبد الربو منصور هادي نحتاج إلى حزام أمني يتنفذ ويقضع إلى أوامل الرئيس الشرعي ورئيس الحكومة لا نحتاج إلى صراع بين الحرس الرئاسي وأمن المطار نحن بحاجة لاستعابة ميناء عدن وأنا أقول الخطوة الأولى لهذه العمليات استعابة مدينة تعز في هذه المرحلة الانتقالية لعابة تخطيط أو وضع استراتيجية أمنية استعابة مدينة تعز وعودة الحكومة إلى هذه المدينة بداية لعدم موجود حزام أمني في الساحب الغربي والاستعابة مدينة عدن التي تسبحت طاردة استعابة مدينة عدن التي تسبحت طاردة لكل ما هو شمالي ولكل ما هو سلطة شرعية كل ما هو شمالي وكل ما هو سلطة شرعية وهذا خطو إذن دكتور يرى البعضان الشرعية والتحالف ينتظران حدوث أي خلاف ينشأ بين طرفين الانقلاب هل لذلك جذوب رأيه؟ والله إذا كانوا نراهنوا على هذا فقد سلمنا أمرنا إلى المجهول نحن لا نراهن على الخلاف الخلاف قلنا نحن حتى عندما تم التحليل هؤلاء لا يمكن يختلفوا في هذا التوقيت دائما إذا أردنا أن نوصلهم إلى خلاف علينا أن نتقدم باتجاه صعدة أو صنعاء إذا تقدمت القوات سيذهب كل طرف إلى المحافظة على مكانته ليصبح هو طرف التفاوض وبالتالي قلنا أن المخلوع صالح سيذهب لحفاظ على مدينة صنعاء ليصبح هو الرقم الصعب للتفاوض بخروج آمن أو استمرار منظومته والحوثيين سيحافظون على العاصمة العقائدية والمرقعية الجغرافية والمليشوية لهم وبالتالي سيحافظون قدر الإمكان البقاء على شكلة حزب الله في الأضعف الإيمان كحزب الله اللبناني وليس حزب الله اليمني الذي أصبح له دور سينطلق نحو العربية السعودية وينطلق نحو المنوكة العربية السعودية ثم الدول التحارف العربي لذلك أقول أن حتى الآن أنا بكل أسف أقول أتمنى من السلطة الشرعية أن تخرج من هذا السبات ومن تسليم إرادتها لدول التحارف دول التحارف عنصر رئيسي ولعب الدور هام لكن هذا لا يعني أن تصبح السلطة الشرعية هي مفقودة الإرادة فاقدة للإستراتيجين على البنان لديها ظروف مادية أنها غير قادرة لا تمتلك دول التحارف تقدم الدعم الكامل لكن ليس من مصلحة نحن نستطيع أن نصحح لأنها صحيح نحن على الدول التحارف ولكن لا يعني أن نطبل لها بكل خطأ نقول أرتكبت خطأ جسيم وقاتل عندما أضعفت السلطة الشرعية إضعاف السلطة الشرعية لا يحقق أهدافنا نحن نرفض إضعاف السلطة الشرعية السلطة الشرعية لا بد أن تكون لاعبنا الرئيس والرئيس عبد الربع منصر هادي بغض النظر عن نقدنا أو عدم اتفاقنا معه ومعه من حوله لكن عليه أن يكون الرئيس الفعلي واللاعب الرئيس لإضعاف الانقلابيين لن يمكن لنا إضعاف الرئيس في عدن يصبح غير قادر عودة للمعاشيق ورئيس حكم لا يتحرف في مدينة عدن وأبناء مناطق تعزوا بقيتهم لا يستطيعون أن يشعروا أن مدينة عدن مدينة لكل اليمنيين ثم نقول نحن سنستعد جغرافيا نحن لا نستعد جغرافيا نحن سلمنا أمرنا للخارج بهذه البيانات يعني أننا بعد حوالي أربع أو فلس سنوات من الحرب والاحتراب والشعب اليمني قد استنزف نعيد إلى نفس الحال إذا كان يذهب بهذه الشاكلة دعنا نقبل من الآن ونقبل بالحوفي صالح هذا لن يقبله الشعب اليمني الشعب اليمني دفع التمن الغالي إذن اليمن دكتور أخيرا ضمن ملفات المنطقة والمصالح الدولية هل برأيك تمت مقايضة ملف اليمن في الملفات الأخرى في المنطقة ولمصلحة من كنا نتوقع أن الترتيب المنطقة يعني أن ترامب سيأتي برؤية جديدة وبالتالي سيتم الخروج من ثنائية السنة والشيعة والأكراد والعرب إلى آخر لكن ما زال المشروع اليمن ما زال في هذا الترتيب الترتيب ما زال قائم ولكن الآن تم الترتيب إلى إسرائيل وما حدث الآن لقطر ومحاولة تقليص كان بموافقة أمريكية واضحة الهدف منها إدماج إسرائيل في المنطقة بشكل واضح ومن هنا المشاريع كلها لا تخدم المنطقة العربية نحن بحاجة إلى أن نقلل من المخطط الغربي الواضح المعالم اللي هو قائم على تفتيت الدول الوطنية تفتيت الدولة الوطنية بمعنى لا تكون هناك عراق كما كانت العراق التي تسعى عندها هوية وعلم يكون عراق كردستان وشيعة وسنة اليوم هناك كان في أحضر برامج تلفزيونية تحدثون عن زواج نوع برامج لا أذكر اسمه ولكن من ضمن هل تقبل سنية بالزواج على شيعي وكان هناك حوار شديد ومن يتفق أن مسألة صعبة يعني لم يمكن أن يتحدث في العراق السابق أنه سنية وشيعية كيف يمكننا في المستقبل أن نتحدث أن يمني لا يتزوج بواحدة من صنعاء أو العكس ونحن كنا قد تجاوزنا كثير من هذه المسميات هم يريدون أن نعود إلى أن واحد من أبناء تعز يكون هناك نفورا من أبناء المناطق الشمالي الأعلى وهناك نفور من أبناء القنوب من أبناء الشمال حتى جنوب الشمال المدينة تعز ضحابشة ومش عارف إيش كل هذه المسميات سيتم توظيفها لأصبحوا الأمريكان كما قال أوباما لا نريد منكم سوى النفط واذهبوا إلى الجحيم أنتم لا تستحقون شيء في الحياة هذا الملتوسية الجديدة سموها ملتوسية الجديدة تقوم على ماذا؟ البشر يذهبوا إلى الجحيم نريد النفط والمعادن وبالتالي وبالتالي نحن إذا استمرنا بهذا قالوا أيش العرب ينتظرون حتى طلوه أوباما يعني إذا كان استمرت هيلاري كلندون كنا ننتظر لما تكمل ثمان سنوات ثم نشوف مصالحنا يعني مصرنا بيجر الغرب ما هذا وصلت الفكرة أستاذ دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ عمل الإستماع السياسي بجمعة صنع شكرا جزيلا لكم تمعنا في مساء يمني لهذه الليلة أشكر لكم أيضا مشاهدين الكرام لأن ألتقيكم في الأسبوع المقبل في مساء يمني جديد كونوا برعاة الله وأمنه شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة